ترجمة نانسي قنقر جاء ذلك بمناسبة زيارة سموه للنشاط الصيفي التربوي الذي نظمته المؤسسة الخيرية الملكية بالتعاون مع أكاديمية الأطفال وأشهد سموه بالشراكة المجتمعية القائمة بين المؤسسة الخيرية الملكية والمؤسسات الخاصة من أجل خدمة الأيتام والأرامل ودعم العمل الخيري الذي تقوم به المؤسسة الخيرية الملكية مؤكدا سموه على أهمية هذه الشراكة لتوفير المزيد من الخدمات للأيتام والأرامل إلى جانب إشراك المجتمع في عمل الخير وخلال الزيارة طلع سموه على الأنشطة والبرامج التي يضمها النشاط والتي تهدف إلى صقل مهارات وقيم المشاركين من أبناء المؤسسة مبديا عجابه الشديد بالنشاط ومحتواه من برامج من جانبه قدم معالي شيخ حمد بن إبراهيم آل خليفة رئيس مجلس الأمنة جزيل الشكر والتقدير لجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه على دعمه اللامحدود للأكاديمية منذ نشأتها كما ثمن الرعاية الكريمة لصمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة لرعايته هذا الحفل كما أكد معاليه أن نجاح الأكاديمية يأتي بمؤازرة من عدة جهات تعاونت مع برامجها طوال العام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شركة مجتمعية ممتدة لسنوات طويلة أنشأت أركانها لخدمة الأيتام والأرامل وعاكست بكل وضوح دعم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه الرئيس الفخري للمؤسسة الخيرية الملكية بالعمل الخيري والإنساني والدور القيادي لسمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة رئيس مجلس الأمناء من خلال متابعته للخطط الاستراتيجية التي تنفذها المؤسسة في كافة المجالات الخاصة بالأيتام والأرامل والمحتاجين والملف الإغاثي الدولي والمشاريع الاستراتيجية المستقبلية والله الفرحة والأصوات اللي حوالي حق ابنائنا الأيتام هاي تعبير عن فرحتي وساعاتي اليوم بزيارة سمو الشيخ ناصر اللي يشاركنا في اجتماعة مجلس الإدارة ايضا اطلاع على انشطة برامج الأيتام في الصيف فأتقدم بجزيل شكر إلى سيدي جهات الملك على رعايته الكريمة للمؤسسة رعاية الشاملة وأشكر سمو الشيخ ناصر على قيادة الشابة ومحبة للأيتام وتشجيع ودعم لهم بالنجاح والابداع الدعم الكريم الذي تحظى به المؤسسة الخيرية الملكية من قبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة حفظه الله ورعاه والحكومة اهتم بشكل واضح وصريح في تطوير الجانب التربوي والتركيز على تعزيز قيم الموطنة والتسامح وغرس القيم الاجتماعية حيث قامت المؤسسة بتنظيم فعاليات معسكر أكاديمية الأطفال الذي شارك خلاله مجموعة من أبناء مؤسسة ممن ستراوح أعمارهم بين الخمس إلى إثنى عشر سنة وذلك في مقر أكاديمية الأطفال النموذجية فالبرامج المطروحة هدفت إلى تحفيز الأطفال وساعدتهم على اكتشاف مواهبهم وتعزيز مختلف القيم وتطوير علاقاتهم الاجتماعية طبعا هو يوم جميل اختتمنا فيه النشاط الصيفي في أكاديمية الأطفال زيارة جدا رائعة زيارة يمكن شفنا خلنا نقول لابتسامة الأبناءنا في أبناء المؤسسة الخيم الملكية الشيخ كانوا يعني مستنسين بحضور سمو الشيخ ناصر وشكثر كانت هذه البهجة مؤثرة حتى في نفسنا نحن نلقائمين على البرنامج الحمد لله رب العالمين هو كرم مغرب على سمو الشيخ ناصر لحضور ختم برنامج النشاط الصيفي والجميل أننا عززنا قيم كثيرة عند أبناءنا الأيتام البرنامج الصيفي السنة عبارة عن مجموعة من برامج المختلفة للفل العمرية من 5 سنوات 13 سنة اجتمال على السباحة الفنون الطب وتعلم بعض اللغات اليديدة لمسنا التفاعل من اليهال حضورهم دائد دائم استنسنا وياهم استنسوا وهي دليل على نجاح البرنامج يشرف على البرنامج مجموعة من موظف الخيرية الملكية المختصين في تنظيم البرامج والأنشطة حيث أن هذا البرنامج يحرص على تعليم الأطفال بطرق مباشرة وغير مباشرة مع التركيز على التعليم التراكمي الذي يتناسب مع أعمارهم كما وشارك في المعسكر أكثر من 20 متطوعا ومتطوعة من مختلف الأعمار عمل جميعهم بإخلاص وتفاني لتحقيق أهداف البرنامج من الشباب والشبات الذين أفصحوا عن شعورهم وارتياحهم الكبير في التعامل مع الأطفال وأثر ذلك على زيادة خبراتهم في العمل التطوعي لخدمة فئة مهمة في هذا المجتمع اشتركوا في القناة